وقع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قراراً بشان مصادرة الوصول الامريكية رداً على مصادرة الوصول الروسية في الولايات المتحدة ووفقاً للقرار تستهدف خطوة بوتين التعويض عن الأضرار الناتجة عن التحركات الامريكية ضد روسيا الاتحادية والبنك المركزي الروسي وبموجب ذلك فإنه يمكن لمحكمة في روسيا مصادرة وصول تعود ملكيتها إلى مواطنين أمريكيين وبالمثل يستطيع أي فرد أوكان روسي التقدم بالتماس إلى المحكمة لتحديد انتهاك حقوق الملكية الخاصة به في الولايات المتحدة وكان مجلس النواب الامريكي صوت في أبريل الماضي لصالح مصادرة الأصول الروسية المجمدة